اليوم محاضرتنا ان شاء الله غيح تكون عن كيفية الضغط الملفات اللي اقصد بها كيفية الضغط الفولدرات كيفية اه الكبس للي تلك الفولدرات اللي نقوم بعملية الكبس او الضغط لتلك الفولدرات وكذلك ممكن غيح نتعرف عن غيح نتعرف ايضا الميزات الموجودة بالنظام مالكنا بالويندوز 7 ايضا غيح من خلاله نتعلم فاليوم غيح ناخذ كيفية مثلا ضغط الملفات طبعا ايش هي الغاية من ضغط الملفات او كبس الملفات هي الغاية منه هو ان اقلل حجم مثلا عندي فت ملف مثلا حجمه خي نقول 100 ميجا ممكن انه انا اقلل حجمه بعملية كبس هذا الملف طبعا مع انه انا مغيح اتلاعب او اغير باي من ال من الداتا الموجودة داخل هاي الملفات فقط بمجرد انه انا اعمل عملية كبس او ضغط هاي الملفات طبعا هذي ايضا موجودة ممكن انه استخدمها بالموبايلات وممكن ايضا استخدم هاي الشغلة بالحاسبات طبعا الغرض منه انه اسهل عملية الحفظ والنقل ايضا عبر البعيد الالكتروني وشبكة الانترنت وغيرها من الاعمال يعني على سبيل المثال انا عندي فد ملف او عندي فد فولدر او فد برنامج معين مثلا حجمه يكون كبير اقوم انا اعمل اكبس هذا الملف حتى يستنى لي مثلا ارسله عبر الايميل او ارسله مثلا عبر التليجرام او اي برنامج من البرامج اللي استخدمها بعملية نقل الملفات او البيانات مالتي فهسا بالبداية غيح نتعلم حتى انا اعمل ملف مضغوط او مكبوس فبالبداية غيح استخدم لابد انه انا كد نزدته البرامج الخاصة بعملية الضغط والكبس اللي هو عندي برنامج الوينور هذا برنامج الوينور وعدنا برنامج اخر يسمونه الوينزيب طبعا هاي البرامج ان يكون موجودة انت بالموبايل او عندي بالحاسبة غيح انزله بالاضافة الى ذلك بالبداية غيح تكون هاي البرنامج مثبت عندي باللابتوب او مثبت عندي بالموبايل بعد ذلك غيح اتبع الخطوات التالية بالبداية غيح اخذ الملف اللي اريد انا اضغطه او اعمل عملية الكبس علينه غيح يكلك يمين على الايقونة مالته على الفولدر مالته غيح تظهر لي عدة خيارات غيح تظهر لي قائمة مستدلة غيح اختار من هاي القائمة سينتو غيح اختار من سينتو كومبريست كومبريست زيبت فولدر غيح اختار هذا الاختيار غيح نسحب اي من هاي الملفات نسحب اي الملفات الاخرى الى المجلد المضغوط اللي نسلخه اليه يعني انا غيحصي لي بالاضافة للنسخة الموجودة انا اصلا عندي بالملف بالفولدر الاصلي غيحصي عندي نسخة ثانية مكبوسي يعني غيحصي عندي نسختين نسخة مو مكبوسة والنسخة الثانية هي نسخة اللي انا بعد ما عملتول عملية الكبس او الضغط زين؟ الطريقة عدنا الشغلة الثانية اللي هي فك الشرق فك هذا الملف اللي انا قبل شوية كبستونه بنفس الطريقة حتى انا افتح هذا المجلد او الفولدر اللي كان عملتول عملية كبس رايح اتبع الخطوات التالية رايح انقر نقر مزدوج على هذا الملف او هذا الفولدر طبعا بمجرد اي نقر دبل كليك علينا وغيح تظهر ان تفتح النافذة طبعا ممكن انه انا هذا من اعمله دبل كليك غيح تفتح لي نافذة ممكن انه انا احدد المسار الجديدي اللي اريد اعمل نسخة منه غيح احدد الملف واحدد المكان اللي اريد انقله عملي نسخة منه بعد ما افك الكبس مالته طبعا غيح انقر حتى افتح افك الضغط ما كل الفولدرات والملفات الموجودة داخل هذا الفولدر وانسخة على الفولدر الجديد او المجلد الجديد غيح اختار هذا الاختيار extract all folder يعني اللي اقصد بينه بالعربي استخراج جميع الملفات يعني غيح يسحب لي كل الفولدرات الموجودة بداخل هذا الملف يفك الكبس مالته ويسحب لي هي وين عالفولدر الجديد يعني هاي العملية عملية فك الكبس اكس اول عملية اللي هي عملية ضغط ضغط الملفات او كبس الملفات طبعا بنفس الطريقة هاي اختار extra all folder طبعا هاي غيح تكون بالنافذة هي نفسها بالنافذة ما الاستخراج الملفات المضغوطة تمام بهاي العملية انا اشعمته استخرجت الملف المكبوس زين غيح اخلو اكسترا غيح يبدي اشعمل يستخرج لي ملف المكبوس حط انطبقها العملية عملية مش شوفوها غيح تكون كالتالي يعني على سبيل المثال تشوفو مثلا عندي هذا الملف اسمو ريسك تشوفو ابدأ اخلو مثلا ملف فولدر ثاني مثلا هذا وجد بينه مثلا هذا الملف هذا مثلا خينقل حجمو اصلا يدعش كيلو يعني كلتو فولدر كلتو حس نشوف اش قد حجمو مثلا حجمو هوني اش قداتو خينقلوه كلتو حجمو كلتو كلتو ما يطلع لو 12 كيلو تمام فهذا اصلا يعني ممكن انه ارسله بس مثلا على سبيل المثال اذا مثلا انا اجي مثلا عندي فالبرنامج خينقل ما ممكن انه لازم احتاج عملية كبس وضغطه اللوه يعني مثلا عندي هذا برنامج الاوفيس او هذا البرنامج الكنتازية هسا اذا اجي اشوف حجمو اربعمية وثمانية واربعين اربعمية وثمانية وثمانين ميجا ممكن هذا طبعا ام اضغط الملف واكبسه طبعا اش قد كان حجم الملف كبير اه من اجي اعملو عملية كبس اه تشوف اطول بعملية الضغط او الكبس اش قد يكون حجمو صغير تكون العملية اسرع فمثلا عندنا هذا الملف لاستغيح اجي مثل ما قد نكلك يمين علينو تمام راح اقلو سينتو سينتو هي عن هذا الاختيار كومبيرز سبت بولدر لاش شوفون رأسا انشاء لي واحد اه فولدر الخاص بينو طبعا انا منزلي هذا البرنامج هذا برنامج مع الوين رار هو مع الكبس موجود يامي فرأسا كبس لي هو مزين هس على سبيل المثال انا هذا احذفه انا رأسا كبس لي هو تشوفون اش قد صاح حجمو صاح حجمو تقريبا ثمانية هون كان حجمو اش قد اثناعش صاغ ثمانية يعني نوعا ما خلينا نقول قل من حجمو دي نجي هستا غيح احذف هذا حذفتونه هس عندي العملية معاكزة انا عندي مثلا عندي ملف هو دوترار يعني ملف مقبوس اغيد اجي افك الكبس علينا بمجرد دبل كليك علينا غيح تنفتح النافذة فتحت هاي النافذة طبعا هذي ستة غيح بالبداية اش هجي اعمل غيح اجي اقول له اكسترا فولد يعني اشني استخرج لي كل الفولدرات الموجودة هوني غيح اشرع الفولدر وقل له اكسترا تمام فهون اذا شوفون اجي مثلا احدد المكان اللي انا اغيد وين المكان اللي الباث او المسار اللي اغيد او ديستينايشن باث يعني المسار الجديد اللي اغيد يكون بينه هذا الملف بعد ما ينفك الكبس مالته وين اغيده مثلا على سبيل المثال اه احجي احدد مثلا اجي اقول له اهوني مثلا خليلي هو مثلا بالبيسي تمام اغيد على سبيل المثال بالبيسي صح اجي مثلا الاقل وخليلي وبالدي تمام فغيح اجي خليلي هو بالدي ممكن انه انا اعمل نيو فولدر جديد بالدي بالدي واسمينه على سبيل المثال ريسك حسنا اجي اغيد المثال مالته احدد المثال فهسته هذا الملف بعد ما ينفك الكبس مالته بعد ما ينفك الكبس مالته وين اه وين غيح تنزل غيح تنزل بالديب الريسك صح فغيح بمجرد غيح اقل اوكي صح هس انا رح اطلع من هذا المفروض انا اذا اجي عدي فت على my computer ال pc عدي اذا اجي اشوف رح يكون عندي هذا الملف تشوفونه هذا الملف ما للريسك موجود يمي طبعا نفسه حجمه يعني ما الحجم مالته نفس الحجم يعني هسته اذا اجي تشيك الحجم مالته اشقد حجمه اشغى نجي نشيك حجمه تشوفوا نفس الحجم فهذا الملف بعد ما فكيت الكبس مالته هذا الملف المكبوس او المضغوط زين نرجع نكمل ريح ايضا بنفس الطريقة رح نجي هاي تعلمنا اليوم اشون عندي ملف مكبوس اشون عندي فت فولدر معين اشون اكبسه واشون افكي الكبس مالته زين على سبيل المثال اغلاق تطبيق لا يستهجيب يعني شطينج داون او نون ريسبونسينج ابليكيشن يعني اللي اقصد بينه في بعض الاحيان مثلا عندي مثل ما يسيعدنا بالموبايلات مرات مثلا الموبايل تشوف على غفلي من افتح برامج كثيرة او افتح ابليكيشن كثيرة اشيسي عندي الموبايل قم يصفن تمام ما يستجيب لاي عملية نفس الشي عدنا بالحاسبة تشوف مرات الحاسبة على غفلي مثلا اه ما تستجيب الى اي مثلا اه الى اي امر امطي هوا فبهاي العملية انا احتاج شيء يسمونه ويندوز تاسك مانجر يعني هاي النافذة يسموها نافذة ادعارة المحام من خلال هاي النافذة غيح اشعمل اغلق التطبيق اللي ما غيستجيب زين هاي فائدة هاي النافذة انه اغلق التطبيق اللي ما يستجيب بهاية عملية زين اشان غيح تظهر لي هاي النافذة كيفية ظهور هاي النافذة غيح تكون كالتالي انه انا غيح ممكن انه انا من الكليك يمين الكليك يمين بشريط المهام غيح تظهر لي ستار تاسك مانجر هاي طريقة والطريقة الثانية انه انا ادوس هاي الازرار الثلاثة الكنترول والالت والدليت ففي تم هذوي الازرار ادوسهم بنفس الوقت يعني ثلاث اصيبع اصيبعي ثلاث اصابع واحد يكون على الكنترول والاخ يكون على الالت والاخ يكون على الدليت تمام؟ رح تظهر لي نفس النافذة رح أختار منها بعدين رح أختار الأمر Task Manager من علامة التوبيب الخاصة بالApplication رح تظهر لي كل التطبيقات اللي أنا كل الApplication المفتوحة وتظهر لي الحالة مالتا يعني كل التطبيق الحالة مالتو إنه هو مثلا Non-Responsing التطبيق اللي ما قا يستجير طبعا التطبيق اللي غايح يستجير غايح تظهر مقابلو شيء يسموها عبارة Running يعني هذا قا يشتغل الشغال ما بينو شيء فأنا أحدد التطبيق اللي نبينو المشكلة وراسنا أقول له End Task يعني نهيلي الإيش المهمة مالتو زين؟ فقدت علي هسا إذا أنا اخترت هاي Ctrl-L to Delete غايح تظهر لي هاي النافذة فمثلا هسا أنا هوني عندي فتحة هذا الفولدر فتحة هذا الملف هذا الملف الحالة ما لتأشنو Running فما عندي أي مشكلة بيا يعني ما عندي أي مشكلة بحالي البرامج لتشتغل شغالة أو كي ما بي أي مشكلة في حالة إنه مثلا صافة problem معينة بأي من البرامج اللي قد مفتوحة وعد تشتغل شوف بحالة الستيطاس أش غايح تظهر لك بدل ما تظهر لك ال Running غايح تظهر لك Non-Responsing يعني إنه هو ما قا يستجيب هاي كل التواسبة تكون موجودة بالتبويب مع ال Application زين؟ هاي الشغلة فمثلا على سبيل المثال هسا تمثلا هذا التطبيق هو مفتوح وشغاله ما بينه مشكلة أنا ممكن إنه أنا أنهي تطبيق أنهي يعني رأسا مباشرة أنهي التنفيذ معلته أو أنهي الأهم معلته بمجرد إنه أعشر علينا وأقول له بمجرد إنه أنا غايح أحدده أقول له InTask رأسا هو أشغل يسيبينه غايح يقفل وينغلق هذا التطبيق المفتوح طبعا ممكن إنه غايح نطبق هذا الشي أحيكون كالتالي هسا على سبيل المثال مثل ما أنتم تشوفون أنا مثلا عندي هاي البرامج تشوفون كلها مفتوحة يا أمي أنا غايح أدوس من الكيبورد Ctrl و Alt و Delete فظهرت لي هاي بال Windows 7 بال Windows 10 وبال Windows 7 أيضا غايح تظهر لي تقريبا بس بالStyle مالي النافذة غايح يختلف الStyle مالي النافذة هذيكه الموجودة بال Windows 7 غايح تظهر مثل ما موجودة عندك بالملزمة بال Windows على سخوغ غايح تظهر الStyle مالي بهذا الشكل أنا اللي يهمني يهمني Task Manager غايح أختار Task Manager تشوفون ظهرت لي نفسها هاي النافذة زين فأنا هوني غايح أجي أحدد مثلا عندي هاي الApplication كلها تشوفون هاي الApplication كلتا عندي كله دا تشتغل زين كلها هاي الApplication يمي كلها عد تشتغل اي Application أنا أريد أسده راسا غايح أحدده واش أقلو أقلو اين تصب زين وكلها مثلا اش عندي كنفتحته اش عندي موجود كلتا موجودة يمي كلتا هذي وهوني راسا مثلا يقلي مثلا أشقد سنعته CPU الميموري كلها هاي المعلومات هاي حيطين عن كل تطبيق عشقات قاية يستخدم زين فأنا اي من ال اي برنامج ممكن انو انا اش عمل بينو مثلا هوني بالبروسيس اجي مثلا على سبيل المثال اي برنامج مثلا ما اريده ممكن انو انا راسا احدده واش اقلو اقلو عين تصر راسا غايح يقبل ما عندي اي مشكلة بهذه البرامج وحسده زين عندنا الشغلة الاخرى ايضا اللي غرح نتعلمها اش هون ممكن انو انا اعرض للشغلات الاساسية الموجودة عندي بالحاسبة زين انتفد معلومات اش هون اعرض المعلومات معلومات النظام مالتي الاساسية يعني view computer basic system information يعني اش هون اعرض مثلا على سبيل المثال مثلا احد يسأني قل انتي مثلا مواصفات مال الحاسبة مالتك اش نهية اش قدير ميموري مالتا اش نوع النظام مالتك نوع النظام ام اش اسمه نظام مالتك اش نوعيته تمام فانا ممكن من خلال هاي النافذة بمجرد من سطح المكتب اكليك يمين الايقون من الموكومبيوتر رح تظهر لي هاي النافذة هاي النافذة هي نافذة نافذة النظام رح تحتوي على المعلومات الاساسية لللابتوب او جهاز الحاسوب فمثلا غي حينطيني مثلا الاسم مالتي اسم الحاسبة مثلا غي حينطيني البروسيسور المعالج مالته اسمه نوعيته المعلومات الخاصة بالمعالج السي بيو معلومات الخاصة بالسي بيو السي ستم تايب يعني نوعيته النظام ايشنه هو 32 بيت ولا 64 بيت الرامة التي اشقد داتي تمام فغيح ينطيني معلومات موجودي المعلومات الخاصة الاساسية بالحاسبة فانا ممكن انه اعرف نوع النظام يعني مثلا احد يقلي انت الحاسبة مالكي نوع النظام نوع السي ستم مالكي 32 الى 64 فاطيق انا من هاي اللافذة اعرف نوعية النظام 32 بيت نوع النظام ولا 64 بيت حجم الميموري ما التي اشقد داتي مثلا هوني 2 جيجا المعالج اشنه مثلا مثلا هوني انتل الشركة مع انتل كور كورت ديو مثلا السي بيو اشنه نوعيته اشقد السرعة مالته الحاسبة مالتي اشنه نوعيته مثلا ديال الويندوز الموجود عندي مثلا هوني اش اسمه الويندوز مثلا اقل لك مثلا الويندوز ما لديك اشنه نوعيت ويندوز 7 ويندوز عشغه طبعا هو ممكن من الستايل الخارجي ارنو عف نوعيته الويندوز الموجود عندي ممكن من هوني ايح الويندوز مثلا Windows Addition يعني مثلا هوني Windows 7 7 هون هون مثلا عندي هذا هاي النسخة الموجودة مثلا عندي سيرفس باك وان تمام هاي المعلومات ممكن انا اعرف من خلال المعلومات الاساسية من خلال هاي النافذة وزيد راحنا ناخد شغلة اللخ ونطبقهم اثنينة عملية عندنا فد اداة سموها السنابينج تول يعني اداة القطع او نسميها القطع او عملية قص مثلا على سبيل الامثال ممكن انه انا مثل ما عندنا من اجي مثلا اخذ فالصورة معينة اخذل على سبيل المثال عندي فالصورة معينة اريد قصة ممكن انه انا بالحاسبة اخذ فالصورة لسطح المكتب او اي ملف عندي مفتوح مثلا على سبيل المثال هاي النافذة الستة ممكن أنه أنا أخذ فقط هاي النافذة ديشوفوها هاي ديشوفوها مثلا بس هذا الجزء أخذوك صورة أو بس هاي أداة القطع السنابينكتورة ممكن أنه أنا أخذك صورة هاي الجزء تمام أو ممكن هاي النافذة كلتها أخذ ل أخذ لصورة تمام أعمل لقط و أخذها كصورة و أحفظها ممكن الجزء مستطيل ممكن للويندو كلتها ممكن للشاشة كلها يعني أنا عندي أربع خيارات فطبعا هاي العملية غي حتم غي حتم تكون عن طريق إيش عن طريق أداة يسموها لسنابينكتون ممكن من خلاله أحدد الجزء اللي أغيد أعمله قص وأحفظ هذا الجزء اللي أقصه أحفظه كصورة وأطسقه طبعا ممكن أنه أطسقه ملف أو أي برنامج من البرامج اللي أستخدمه بالحاسبة مثلا برنامج الورد مرنامج البيينت براحدي طبعا حتى أنا أحصل على السنابينكتون أكعدت الطرق طريقة الأولى أنه أنا غي حاوه على العلام الموجودة على علامة ستارت غيح أفتح قائمة ستارت غيح أختار من أداة يسموها السنابينكتون إذا أشوف السنابينكتون ما موجودة بالقائمة من الستارت أكتبه بالبح مربع البحل أنتم أي شغلك شوفوه ما موجودة مثلا ما تظهر أتكم أو مخفية هدن ممكن أنه أنت تحصل عليها بالبحث بالسيرج بس مثلا تكتب سناب رأسا غيح تظهر لك السنابينكتون أداة القطع طبعا غيح هو هذا برنامج غيح يشتغل غيح تظهر لكم هاي النافذة زين هاي النافذة نحن غيح نجي نشتغل بهذا الجزء بحيختار نيوم بحي تظهر لي هاي الاختيارات ممكن أنه أنا أعمل عملية قص بشكل فري يعني مثلا أخذه على شكل دائري مثلث مربع فري فورم سناب يعني ممكن أنه أنا أقططع الجزء بحرية يعني اللي أقصد بينه مثلا ما يكون محدد مثلا شكل مربع أو شكل مثلث أو شكل دائرة لا أنا بكيفي يعني مثلا أي شكل مثلا غيدو فري هوني لا الاكتانغولار يعني ممكن أنه أنا أخذ أقططع الجزء غيح يكون كشكل مستطيل هوني ياخذها كويندو يعني بس هاي الويندو ياخذها فول سكرين سناب يعني غيح ياخذ للشاشة كله هاي الاختيارة فهوني مثلا حتى الاقتصاص سيح أنتوس على نيو واحتضرنا هاي القائمة مثل ما قلت لكم كل وحدي من هذي اللي شرحتو الكيمية كل وحدي من هاي أش غيح دعني زين فمثل ما قلت لكم مثلا الفول سكرين سناب يعني غيح غيح يعمل لعملية قص أشنو شي موجود عندي على الشاشة كل وحي أخذه زين فحتى نحن نطبق هذا الشي عملي نحن نجي فبالبداعي مثل ما قلت لكم غيح نقو على زر start إما ممكن أنه أنا غيح أشوفه بال بال start يعني مثلا دي شوفون أنا مثلا موجود عندي هوني إذا أنت ما وشيت موجود عندك هاي علامة المقص هوني بس مجرد اكتب له snap نشوفون راسم فتحت فهذا application هاي من ضمن الapplications الموجودة بالويندوز بالنظام بالنظام معلتنا وممكن أنه طبعا أكفت شغلات كلش حلوي موجودة بالنظام بس نحن ما نستخدمه وما نعفيه فهوني مثل ما تشوفون ظهرت لي هاي النافذة فاناش غيح اختار اختار نيو تمام فغيح اختاره الموديل اللي اغيده ممكن ان يكون فري وممكن ان يكون على شكل ريكتانجل الديفلت يكون ريكتانجل يعني مستطيل ممكن ياخد لي للويندو يعني مثلا بس هاي الويندو ممكن انه ياخد لي الشاشة كله فبقا احنا نجي ناخد اول واحدة اللي فري اختار هذي فبالبداية احنا نجي ناخد اختار هذي رح اختار هذي لشوفون بس انا مثلا على سبيل المثال رح اجي اختار هذي تمام رح اجي طبعا ممكن انه انا اختار الوغن كي زايد ان شفت زايد ان اس ايضا ممكن انه يعملي سنابت الشاشة هذي الشي ايضا ممكن زين فممكن هذا وممكن عن طريق هذا الاختيار زين فهون على سبيل المثال ديشوفون رح نجي على هذي نختاره نختار هاي اي وحدي من هذوي الاغيطة براحتي مثلا خير نختار الريكتانجل اجي اخترتونه اذا اغدتوا فمثلا ديشوفون هذا رح اختار هذا يشوفون هسا هي بلقاء بالابليكيشن الخاص جاء اخذ لي هاي الصورة ممكن ارجع بعدين احفظها قلو فايل save as تمام طبعا ممكن انه انا اختار اي نوعية من انواع مثلا انواع الخزن بالصور لنوع الملف منكم png او gif او gpeg هذا اي وحدة تمنا فمثلا انا رح اختار هذي ورح اخلي هاي الصورة احدد مكان على سطح المكتب وسميه مثلا capture one تمام على سطح المكتب اقلو save واطلع منه فاسا اذا اقوح هي عنده تشوفون هاي الصورة خزنت عندي خدتوها من سطح المكتب هاي وحدة ممكن بنفس الطريقة اجي اكتب له ايضا سناب وافتحها افتح التطبيق اختار ال new اختار المودي اللي اقيده مثلا اختار free فاجل free تشوفون يظهر المقاص مثلا غدتو هادا غدتو هادا شي فري خاص بيه طبعا هما ماهي الشكل فاجاء اخذلي قصة الجزء بهذا الصورة وبنفس الطريقة غايح احفظه زين ممكن اختار مثلا rectangle rectangle اختار nano ممكن اختار ال window ايضا نفس الطريقة اختار على سبيل المثال انا اغيد window او اختار مثلا full screen فتشوفون الفل سكرين جاب ليه للشاشة كله مع السطح المكتب كله كله صح لو لا كله جابني وطيق اخذنا ايضا كصورة مثل ما اخذناها هسا فمثلا هون تشوفون من دطلع من البرنامج قلي اشان طايدين تخزينيها اذا طايدين تخزينيها طايدين تخزينين الصورة مالتكي ومثلا اذا قلوا ياس يحين طايدين اسمها يحقلوا مثلا تو واحدد له مثلا gif او شوفوا اي نوعية وقلوا safe هي يعني خزن صح وهون مثلا انا خزنتلي على شكل مصط حزنتها بس اخدت الجزء انا مستطيل مثلا هوني خزنت الويندو على شكل فول سكرين ممكن انه انا على سبيل المثال بنصط الطريقة اجي مثلا كويندو واجي احدد الويندو واجي احدد الويندو واني هذه الويندو هوني اخذها فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال هيا انه مثلا هوني خزة فول سكرين اذا اغيده كويندو هاختار هاذي اختار هاذي مثلا هوني كويندو هو راسا تماتيك احياف انه هي غيح تنخزن كويندو او كريكتانغو فاي نوعية احيجي اخذها ممكن انه انا اكانسل مثلا هستها ما اغيد عمل ممكن اعمل اكانسل هاي عمليه اذا تعقص اي صورة او ممكن انه مثلا افتح اي برنامج او اي ملف واخذك الصورة بهاي الطريقة زين هستها على سبيل المثال ها اذا اغدنا عملية مثلا اغدت اقص صورة او اغدت فد اقص فد ملف معين زين نفس الطريقة مثل ما قلنا مثلا مواصفات مع الحاسبة فوت مثلا انا عندي هوني مي كومبيوتر انا مثلا ما اكن ظهرتول الايقونة مالتا فهي مثلا عندي لشون هاي البيسي كليكي من عليها برو برتيز فظهرت لي هاي المواصفات مال الحاسبة مالتي مال النظام مالتي مثلا عندي هذا ويندوستين برو هاي النسخة مالته مثلا 2019 المعالج مالتي المعالج مالتي هاي نوعيته السرعة مالته الرام مثلا حجم 8 جيجا النظام 32 بيت عفو 64 بيت ممكن انه هي تستخدم البن انت تاتش يعني ممكن انه تستخدم القلم شاشة يعني طاش مثل الموبايل مثلا اسم الحاسبة الوصف مالته هاي المعلومات خلينا نقل الاساسي الموجودة بالنظام مالتي وايذن كلعطاني النسخة هي انك مثلا كالنصبته يمي عندي النسخة اللي قد تستخدمها حاليا زي هاي بالنسبة للشالات اللي شرحناها زي هسا نرجع وهوني غايح نكمل فهوني مثلا اخذنا هذي اخذنا اشن عمل الشسمة هوني اشن اعمل عملية تثبيت فت برنامج معين اشن اثبته هذا البرنامج اخلينه بشريطة المهام تمام واشن اثبت هذا البرنامج بشاشة البدع اللي اقصد بيها بشاشة البدع تختلف عن شريط المهام يعني انا فايد فت معين طبعا هي الغاية منها انه الغاية من هاي الطريقة عملية تثبيت البرنامج بالشريط المهام او بقائمة start بالحالتين الغاية منه انه حتى تكون سهل للمستخدم الوصول الى هذا الابليكيشن او هذا البرنامج اللي اقصد بينه انه انا غايح اشوف البرنامج انا بمثلا ما ابحث عن البرنامج بقائمة start او ادوه علينا او عندي مثلا ابليكيشن معين دايما استخدمه غايح اخلينه لهذا الابليكيشن بشريط المهام ايما تيما اويد علينا ايما تيما اويد هذا الابليكيشن دبل كلك علينا راسا غايح يفتح بشريط المهام فبالبداي غايح اغوح على قائمة start اختار قائمة start كليك يمين على رمز البرنامج غايح تظهر لي قائمة مستدلة غايح اختار منه pin to taskbar يعني ايش يقصد منه تثبيت هايشن على شريط المهام زين صح لو لا هاي حملية حتى انا ايمتي ما اريد استخدم هذا البرنامج غايح اشوف الايقونة مالته تكون موجودة بشريط المهام هاي عملية تثبيت البرنامج بشريط المهام زين عشان اثبت البرنامج بقائمة start يعني مرات مثلا اجيب قائمة start اه ما موجود الابليكيشن او البرنامج غايح بنفس الطريقة ممكن انه اثبته هام غايح اذهب الى قائمة start غايح مثلا ادوه على الابليكيشن مالتي تمام بالبحث غايح اه بعد ذلك غايح يظهر البرنامج غايح اقل open to task menu تمام غايح اختار المينيو اللي انا اريده المكان اللي مثلا البرنامج وين انا اريده زين فعلى سبيل المكان اه مثلا غايح حتى بكل مرة انا اريد اجيب استخدم البرنامج غايح اشوفه مثلا موجود بقائمة start زين هذي الشغلة الثانية الشغلة الثانية اشن ادرج فد احرف خاصة اه موجودة مثلا ببرامج الاوفيس مثلا على سبيل المثال ادنا مثلا ببرامج الاوفيس مثلا على سبيل المثال علامة المقاومة او اه علامة النفوذية تمام او عندنا فد رموز خاصة مرات احتاجها في برامج معينة او مثلا بالنوتت بعد احتاجها غيرت انزل هاي الرموز ما موجودة عندي بالكيبورد يعني مثلا علامة المقاومة او علامة النفوذية تشوفون مثلا ما تكون موجودة الرمز مالدة ما يكون موجود بالكيبورد فانا بهاي العملية انا اش غيري حامل هاي البرامج مثلا هاي الرموز مثلا موجودة ببرامج ميكروسوفت اوفيس يعني مثلا ببرنامج الورد او برنامج الكسل او برنامج ال بوربوينت طبعا ممكن انه انا ادرج هاي الرموز او فد حروف خاصة ممكن انه ادرج عن طريق الادوات الموجودة فد برنامج معين بالويندوز الويندوز كان عطانا فد برنامج خاص بين هاي الحروف والرموز هذا اش يسمونه هذا البرنامج يسمونه الكاركتر ماب هذا يعني فد كل فد برنامج موجود بالنظام التشغيل بالويندوز 7 او بالويندوز عشقه هذا النظام مفرد نعدة برامج بس للأسف يعني ما الكل تستفاد من هاي البرامج الموجودة بيها زين حتى انا على سبيل المثال اصل الى هاي هذا الابليكيشن ممكن انه انا اذهب الى زر ستارت وابحث بقائمة ستارت اذا ما شفتوا هذا البرنامج اسمه كاركتر ماب موجود ممكن انه انا اكتب البحث بس اكتب كار غيح يظهر لي هذا الابليكيشن طبعا غيح تشوفون بينو غيح تظهر لي هاي النافذة ممكن انه انا اصل له عن طريق الستارت او البروغرام غيح اوح الاساسيسيري غيح اختار منه من السيستم تول غيح اختار كاركتر ماب يعني عندي طرفتين اما بالسيرج بالبحث او موجود هو بقائمة الستارت او عن طريق الاساسيسيري بعدين غيح اروح الاساسيسيري وبعدين ذلك غيح اروح الكاركتر ماب غيح تظهر لي هاي النافذة تشوفوها فتشوفوا مثل ما هي موجودة قدامكم تشوفون مثلا عندي هاي الرموز الخاصة تشوفوها يعني على سبيل المثال عندي فت رموز خاصة هذه ما تكون ما موجودة بالكيبورد فهوني موجودة هوني طبعا ممكن حتى اغير نوعية الفونت فغيح احدد نوع الخط غيح مثلا على سبيل المثال مثلا قدت هاي علامة الاكبر طبعا اكو رموز خينقوا موجودة نفسها بالكيبورد اكو مثلا فت رموز معينة ما موجودة بالكيبورد ممكن انه انا استعين بهذا البرنامج انه احصل على هاي الرموز او الاحروف من هوني فغيح احدد الرموز اللي اغيده انقر علينا ودبل كليك مثلا على سبيل المثال حرف الر دبل كليك علينا غيح يجي ويصب غيح ينفتح بشيء يسمونه ايهوني غيح يجي ايهوني يعني انا مثلا ادوس على حرف البي غيح يجي يقعد ايهوني غيح اقلو select بعد ذلك غيح اقلو copy غيح اعملو copy وانسخو بالمكان اللي اغيده غيح شوفوا ايه مثلا اغيده لعذا لعذا الحرف او هذا الرمز المعين حسب ما انا اغيد شوفوا ايه اصاب اغيد مثلا اعملو best الصقو ممكن انه انا الصقو بالبرنامج اللي اغيدو غيح حتى انطبق هذا الشي عملي هاي الشغلات اللي شرحته الكمية غيح نطبقها عملي على سبيل المثال مثل ما قدتلكم هس مثلا عندي ايهوني مثلا هل سبيل المثال عندي اه اه فتت برنامج معين قدنا اشغل سنعمله يعني مثلا برنامج خلينا نقول نختار مثلا برنامج مثلا برنامج الفايبر أشان غايح أثبت هذا البرنامج دايما أشوفه موجوده بشريطة المهام فبمجرد أنه أجي أحدده كليك يمين علينا أشغايح أقلي قليبين يعني ويصب غايح يخلي لهو ويصب موجود بقائمة الستارت إذا خعملتونه في هاي الطريقة فإذا شوفون هايح يكون موجود بقائمة الستارت هاي إذا غدت أثبت بقائمة الستارت زي على سبيل المثال أنا مثلا عندي مثلا على سبيل المثال برنامج ثاني مثلا مايكروسوفت إيت موينو أو أي برنامج من هاي البرامج اللي أغيده أغيد أثبته هذا البرنامج أغيد هذا البرنامج هذا طبعا مثلا مثلا بقائمة الستارت مثل ما تشوفون أغيد هذا البرنامج أثبته مثلا بشريطة المهام تمام فأجي أجي أشر عليه نوكلك يمين طبعا هون اللي إن عندي كان فتحته برامج كثيرة يعني أدي الشغلات فغير حختار من يعني ثبت لي هو على شريط المهام ونفس الشيء إذا أجي مثلا هستا على الفايبر أيضا نفس الشيء ممكن أنه أثبته بشريط المهام فأسا تشوفون برنامج Microsoft وبرنامج البيبار اثنين متثبتوا عندي بشريط المهام زي ممكن إنه ألغي التثبيت مالاته من شريط المهام ممكن تلك يمين علينا أقول له In Pin From Taskbar يعني لغي لي تثبيته من شريط المهام فعمل له هاي العملية أرسل لغي لي تثبيته أغيد هذا مثلا Microsoft إيج تلك يمين أقول له And Pin From Taskbar يعني لغي لي تثبيته من شريط المهام تمام طبعا نحن عادة للبرامج اللي أنا أستخدمها اللي دائما تكون يعني دائما أستخدمها بشكل مستمر أثبته بشريط المهام يعني مثلا بدل ما أعمل عملية Search البحث أو أدوا بقيمة Start تمام ممكن إنه من هون هاي العملية رأسا أثبته هون يمي ودائما يعني مثلا سأنا فيتح فد ملف معين كيف فتحت هونه بMicrosoft إيج ممكن أغلقه أو أخلينه مفتوح فأي برنامج هاي برامج مفتوحة بينما هذيك أنا كثبت هذا البرنامج مثلا هسا هذا البرنامج كثبتونه هوني ممكن إنه أنا ألغي تثبيته أقل يعني ألغي لي تثبيته من شريط المهام فتشوفون حسا بعد ما يظهر لي عندي بشريط المهام زين هاي عمليه التثبيت والبرامج بشريط المهام واشون بنفس الوقت أثبت البرنامج بشريط المهام وبقائمة الستار زين هسا نحن ناخذ هاي الأدات اللي قد تلكم عليها اللي سميناها character map ممكن غيح ممكن تفتحون من الستارت تمام من قائمة الستارت غيح تخوحون على اللي بروغرام على الاساسيساري وتختارون منه تختارون من الاساسيساري تختارون من الويندوز اساسيساري تختارون character map هي يعني او انت مباشرة تكتب car صح فغيح تظهر لك يعني هذا application ايضا موجود نظام الويندوز تلك علينا تشوفوا طبعا ممكن انه أنا هوني أغير رح تظهر لي هاي النافذة الخارج سبها هذا البرنامج اللي هو يسمونه character map فوحاجة انا احدد نوعية الخط هاي كل خطوط تشوفوا احدد نوعية الخط اللي انا اغيدو تمام حسب اي خط انا اي خط انا اغيدو اي حددو هاي دي تشوفون اكو فد رموز هوني ما كل الرموز موجودة بالكيبورد تشوفون يعني مثل هاي العلامة هاي ما موجودة بالكيبورد علامة الام ما موجودة بالكيبورد صح فعلى سبيل المثال مثلا انا كنت فتحت اي هوني انتي فد ملف او فد برنامج تيكست تيكست معين فانا مثلا اذا مثلا احتشتو كتبتو فد جملة معينة او جيتو مثلا احتشتو دكتب المقاومة او دكتب فد رمز من هاي الرموز اغيد اكتبوه هوني مثلا الرمز مثلا على سبيل المثال مال مقاومة ما عندي رمز مال مقاومة بالكيبورد فانا الجأ الى هذا البرنامج افتح هذا البرنامج بهاي طريقة اللي اغدتو كرانيها اجي على سبيل المثال اعمل دبل كليك على المقاومة جيت هوني يمي تمام اقلو سيليكت اذا اقلو سيليكت سيليكت طبعا ممكن انو انا احددهم ثنتين وامسحهم حددتو موديليت من الكيبورد فمثلا هوني اجي مثلا غدت المقاومة دبل كليك علي حجة هوني اقلو كوبي اجي هوني اقلو كونترول في او بيست تشوفون رأس انجاني هذا الرمز نجي مثلا على رمز ثاني مثلا اي رمز تشوفون اقلو رمز كثيرة بالعربي بالانجليزي تشوفون هاي الرمز الموجود بالكاركتر سناب تمام فانا اختار الرمز اللي انا خينقول اللي احتاجه اللي ما موجود تمام فهذا احدد الشي اللي اغيده الرمز او الحرف ما شرط يعني مثلا مثلا هذا الحرف مثلا ما موجود بالكيبورد دبل كليك علينو عفو هذا حتى تكليتا قلو select طبعا اشخد قلو select غيحي يكرر لي هو حددتونو control a delete مثلا وطو هذا الحرف او هذا الحرف دبل كليك جيت هوني اقلو copy رأسا اجي هوني بالمكان اللي اغيده اقلو control فيه زين وهكذا هاي الفائدة من برنامج character map انو استفاد منو انو ادرج من خلالو الرموز والاخرف الموجودة عندي ما موجودة عندي بالكيبورد ممكن انو ااخذها بهاي الطريقة بحضر برنامج زين عدنا البرنامج الاخير اللي موفر موفرتن موفر عند عدنا بالويندوز اللي هو شيء نسمينو كتابة الملاحظات اللي هو التكلي notes writing كتابة ملاحظات الملصقة طبعا هذا ايضا هاي اشي استفاد منه الملاحظات الملصقة طبعا تعتبر فد شيء كلش مفيد لكتابة فد عنوان رقم موبايل خاطرة ملحوظة عني الفد ملاحظة مثلا اتخص موضوع معين وفد فكرة معينة انا ببالي اريد اثبته يمي بدل ما انا تكون مثبتة بشكل مباحثة على سطح المكتب ممكن انه انا اثبته عندي بهذا البرنامج وتكون مرتبي مرتبي عندي بحيث ايمتي ممكن انه انا متى ما مثلا بعد ما استخدمه او متى ما اكتفت الحاجة اللي ها ممكن انه انا ازيله من الحاسبة الطريقة ها تكون كالتالي حتى انا انشئ هاي النوت ها تكون كالتالي اذا ما غيح اشوف هذا الابليكيشن دي هو الستاتيك النوت موجود بقائمة الستارت غيح اكتب بشريطة المعام غيح بعد ذلك غيح يظهر لي اه هذا البروغرام غيح اختار افتحه تمام غيح اكتب النص اللي اغيده المطوب انه انا مثلا احتفظ بينه او اعملو ك اه خلينا نقول كمفكرة او اكتب بينه فد مثلا رقم موبايل اوفد فكرة مغينة شوف انا ش عندي فغيح احتفظ بينه طبعا غيح هو بس بمجرد انه انا اكتب النص المعين غيح احتفظ بينه بشكل تبقائي لحيما انا اشامل احذف هذا الشي طبعا ممكن انه انا اكتب ملاحظة جديدة من خلال اكو في الزر هذا الزاعد موجود غيح ممكن انه اعمل وحتيش جديدة طبعا ممكن انه اغير الموقع مع الموقع الملاحظة اللي اغيد اللي اغيده ممكن انه اغير اللون ما للملاحظة المكتوبة ممكن انه انسخ منه ممكن انه احذفها تشوفون راح تكون شكله هابد وحنجي ناخذ هذا الشي ونطبقه عمليا حسنا نصدده ها نصدده راح نجي هون وحكتب له STIC تشوفون هذا application هو موجود هذا الشكل شكل الايقونة طبعا مال للايقونة البرنامج ايضا مهمة ومطلوبة فشكله الايقونة مع هذا البرنامج هذا حتى شكله Snapping Tools شكل المقاص هذا مع كتابة الملاحظات هذا الشكل فهدوس كليك علينا راح يفتح فتشوفون فتح عندي فهون مثلا انا عندي هاي اريد اعمل وحدي جديد تشوفون مثلا هذر قديمين عندي ممكن انه اعمل وحدي جديد ادوس هذي ففتحت لي راح اجي اكتب مثلا النوت اللي اريدها مثلا شوف انا ايش اريد اكتب بيها ممكن انه انا اكتب بيها زين ممكن بنفس الوقت انه ارفق صورة معاها اذا اريد ارفق صورة مثلا عندي هاي الصورة زين تشوفون رفقتوا هاي الصورة هون ممكن انه هذا هاي الكتابي الموجود هون خليها ميلي عمالة بلت وبراحدي زين مثلا ممكن انه اعمل وحدة اعمل هون مثلا خلي نقول مثلا تمام شوف انا اشغلت اكتب بيها رقم موبايل شوف اشغلت صح مثلا كتبت هاي الكليشة طبعا ممكن انه انا هسا اذا دست هذي ادوس هاي الثثنقة تدي تشوفوه ممكن انه انا اجي اغير اللون مالدة هاي الثثنقة اجي اختار اللون اللي اغيره مثلا هذا اللون وهذا اللون زين نفس الطريقة ايضا ممكن انه اعرض كل النوتس اللي عندي يعني هسا تمثلا انا عملت نوت كتبتوا ملاحظين فمجرد العرض نوت نيس فهيقلي انت كتبت هذي اتكي هاي النوت اتكي هاي النوت طبعا ممكن انه اسحب بحدي هذي مثلا تبلي كليك عليها غي حياني تبلي كليك على هاي حياني ممكن انه اتنقل بيناته ممكن انه اغلقه ممكن انه احذفه نهائيا حسب ما انا اغي فتشوفون هون اي نوت انا كنت عملتوا مثلا عندي ذوي النوت مثلا يوم تلاق 26 هذوي مثلا كنت كتبتوا كل الملاحظات الموجودة عندي كنت كتبتوا كلها هاي تكون هون ممكن ايضا نعمل search عليها تمام يعني مثلا هذي ممكن افوت عليها يعني ممكن انه غير لغنا زين فممكن انه انا مثلا هاي ما اعيد اقول delete راس هذي اعفو delete نوت فايه غي حق اللي رح تحذف فيها اقول اي delete زين هاي قديمي هاي مثلا يوم 26 عشرين زين حسب ما انا قريد هاي عملية انه افتح note واكتب طبعا هاي مثل ما اقض لكم تس مثلا اذا غلقتوها زين هاذي من هون نختار هاي رايح نقول نص رح يعرض لي على شكل list رح يعرض لي كل الملاحظات الموجود عندي على شكل قايم شوف هاي على شكل قايم عضلي طبعا ممكن انه احتف اي وحدي منهم افتح ممكن انه افتح هاي فتحت وممكن انه اضيف بعض ملاحظات عليها ووظيف الصورة معينة حسب ما انا احتاج وحسب ما انا اغيد هاي بس بمجرد انه انا هجي اكتب هون بحرك البحث stack تمام هي هذا الابليكيشن الخاص بعملي قتابة الملاحظات اشتركوا في القناة